مساء الخير، الذهب سجل ارتفاعات قوية في سنة 2023 تجاوزت العشرين بالمية والكثير من المستثمرين اليوم يتساءلون ماذا تخبئ سنة 2024 للذهب طبعا تحدثنا بشكل مختصر عن الذهب في فيديو يوم الأحد لكن لمحبي الاستثمار في الذهب قررنا أن نخصص هذا الفيديو للتحدث عن الذهب بتعمق أكتر وطبعا مثل ما بتعرفوا محبة الإنسان للذهب واهتمامه بهذا العنصر كانت منذ بداية التاريخ الإنساني عند اكتشاف الإنسان للذهب واستخدموا الإنسان كعملة للتبادل النقدي عبر حضارات مختلفة وآخرها عندما كان الدولار الأمريكي مربوطا بالذهب لكن طبعا انتهى استخدام الذهب كعملة للتبادل النقدي بانتهاء ارتباط الدولار الأمريكي بالذهب في منتصف السبعينات منذ ذلك الوقت بدأ الإنسان طبعا يستخدم الذهب كوسيلة للمحافظة على قيمة رأس المال للتحوط وللحماية من بعض الكوارث الطبيعية أو للحماية من تراجع قيمة العملة بسبب التضخم أو الانهيار الاقتصادي وحتى نستطيع أن نحدد إن كان الذهب سيرتفع أو سيتراجع في سنة 2024 سنناقش أهم العوامل التي تؤدي الارتفاع وتراجع الذهب إذا بدأنا في البداية بالعوامل التي قد تؤدي الارتفاع سعر الذهب فهي ستة عوامل رئيسية العامل الأول هي تركيبة الاقتصاد العالمي المبني على المديونية اليوم المديونية العالمية تتجاوز 350 تريليون دولار بينما حجم الاقتصاد العالمي لا يزيد على 100 تريليون دولار أمريكي وخلال السنوات القادمة لن تتراجع المديونية العالمية إنما ستزداد وبازدياد المديونية هذا بالتأكيد سيؤدي إلى تراجع قيمة العملات أو القيمة الشرائية للعملات مما يعني زيادة قيمة الأصول المختلفة وهذا بضرورة يعني زيادة قيمة الذهب كأحد أهم الأصول التي يستخدمها الإنسان أما العامل الثاني فهو معدلات الفائدة على الدولار الأمريكي ومن المعروف حاليا أن الفائدة وصلت إلى مستويات الخمسة ونصف في المية على الدولار الأمريكي لكنها ستبدأ في التراجع في سنة 2024 والخلاف هو ما بين من يعتقد أن الفائدة ستتراجع في أول ثلاثة أشهر وما بين من يعتقد أن الفائدة ستتراجع خلال النصف الثاني من سنة 2024 أيضا خلاف تاني بين المحللين هل ستتراجع الفائدة بنسبة 0.5% أم بنسبة 1% كلما تراجعت الفائدة أكثر هذا يعني ضعف إضافي في الدولار الأمريكي وبما أن الذهب يسعر مقابل الدولار الأمريكي فهذا يعني قوة إضافية للذهب أما العامل الثالث فهو الخوف من الركود الاقتصادي لأن الذهب يرتبط بعلاقة ترضية مع الخوف سواء كان من ركود اقتصادي أو من أزمات اقتصادية أو سياسية أو غيرها وبالتالي كلما كان هناك تخوف من المستثمرين من حصول ركود ابتعد المستثمرين عن أصول المخاطرة وتوجهوا إلى الأصول الأكثر أمانا ومن ضمنها الذهب هذا العامل طبعا هو سلاح ذو حدين لأنه في سنة 2024 إن لم يحصل ركود اقتصادي سيؤدي ذلك إلى تراجع سعر الذهب وارتفاع الأصول التي تتسم بالمخاطرة العالية أما العامل الرابع فهي بدأ شك التوترات الجيوسياسية العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين تزداد توترا ويبدو أن الزيارة الأخيرة للرئيس الصيني إلى أمريكا لم تؤدي إلى معالجة الكثير من المشكلات الكبيرة بين الدولتين وبصراحة هذه التوترات ستزداد خلال السنوات القادمة لأنه لا يبدو حاليا أنه في أي حل الصراع بين أكبر اقتصادين في العالم وبالتالي هذا سيؤدي إلى تراجعات إضافية في ثقة المستثمرين في الاقتصاد العالمي مما يعني بالضرورة زيادة الاهتمام بأصول مثل الذهب أما العامل الخامس فهو معدلات إنتاج الذهب عالميا إذا رجعنا إلى معدلات إنتاج الذهب عالميا فهي فعليا ثابتة من سنة 2014 إلى سنة 2023 تقريبا بمعنى أن إنتاج الذهب لم يزداد خلال السنوات العشر الأخيرة وفي نفس الوقت الطلب العالمي على الذهب ازداد من البنوك المركزية حول العالم خاصة بعض الصراع الروسي والأوكراني تجميد الأصول الروسية مما دفع الكثير من الدول لبدء التفكير في الابتعاد بشكل تدريجي عن الاعتماد بشكل مطلق على الدولار كعملة احتياطية في بنوكها المركزية مما أدى إلى زيادة شراء البنوك المركزية للذهب بشكل مستمر فضلا عن ذلك فالإنتاج العالمي من الذهب مستقر مما يعني طلب مرتفع وعرض ثابت وهذا بالضرورة يؤدي إلى ارتفاع الأسعار أما العامل السادس والأخير فهو الأزمات الاقتصادية المتتالية في الأسواق الناشئة وجدنا في سنة 2022 و2023 بعض الدول العربية وبعض الدول في الأسواق الناشئة من أمثال مثلا سريلانكا وتركيا وغيرها تراجعت فيها قيمة العمل بدرجة كبيرة جدا هذا بالضرورة يؤدي إلى تقليل ثقة الشركات أو المستهلكين في العملة الوطنية مما يؤدي إلى توجههم إلى البدائل من أمثال الدولار الأمريكي أو الذهب كبديل وملاذ آمن عن العملات التي تراجعت أسعارها بدرجة كبيرة وبالتالي هذه العوامل الستة تدفع الذهب إلى المزيد من الارتفاع في سنة 2024 بينما في المقابل العوامل التي قد تؤدي إلى تراجع الذهب في سنة 2024 هي بصلاحة أربعة عوامل العامل الأول هي الحرب الروسية الأوكرانية باعتقاد جميع المحللين أن الحرب حاليا بدأت تتجه إلى النهاية فعليا كمية الأموال اللي أنفقها الأوروبيين والأمريكان في الحرب أموال كبيرة جدا وروسيا حاليا عم تتقدم بالحرب وفعليا هذا يؤدي إلى اعتقاد البعض بأن القيادات العسكرية في هذه الدول بدأت تنظر إلى الحرب على أنها حرب خاسرة وبالتالي بغض النظر عن نتيجة الحرب على الأغلب سنشهد نهاية للحرب الروسية الأوكرانية في سنة 2024 هذه النهاية ستؤدي إلى عودة بعض التوازن للاقتصاد العالمي تخفيف التوترات السياسية بدرجة كبيرة وهذا بالضرورة سيؤدي إلى تراجع سعر الذهب عندما يحصل أما العامل الثاني فهو تخوف بعض المستثمرين من أن يبقى التضخم مرتفع وأن لا يتراجع بالسرعة المطلوبة التي ينتظرها بعض المستثمرين هنا طبعا في خلاف لخصه المحلل المصري محمد العريان بأنه فينالك خلاف ما بين المحللين ما بين من يعتقد أن التراجع من مستويات التضخم من 3% إلى 2% هي الأسهل وما بين من يعتقد بأن التراجع من مستويات 3% إلى 2% المطلوبة لدى الفيدرالي هي الأصعب وهذا الخلاف يؤدي إلى خلاف ما بين المحللين بين من يعتقد أن الفيدرالي يجب أن يخفض الفائدة وبين من يعتقد أن الفيدرالي يجب أن يثبت بل ويرفع الفائدة إذا ارتفعت الفائدة إذا ثبت بأن التضخم لن يتراجع بالسرعة المطلوبة في 2024 فهذا بالضرورة سيؤدي إلى تراجع سعر الذهب بسبب زيادة قوة الدولار الأمريكي لكنه بالضرورة سيكون ارتفاع مؤقت لأن الاتجاه العام هو أن الفائدة ستتراجع وأن التضخم سينتهي خلال السنة القادمة أما العامل الثالث المهم فهو أن يثبت للمستثمرين أن سنة 2024 لا ركود اقتصادي فيها وأن النمو الاقتصادي قوي وكنا قد وضحنا في فيديو الأحد وأتمنى منكم أن تعودوا لهذا الفيديو وأن تشاهدوا أن هناك أكثر من 6 تريليون دولار من السيولة تراقب الأسواق حاليا هذه السيولة فوتت فرصة كبيرة للاستثمار في سنة تعتبر من أفضل السنوات للأسهم على حول العالم سواء كانت الأسهم الأمريكية أو الأوروبية أو غيرها وبالتالي إن ثبت أنه لا ركود اقتصادي في 2024 هاي الأموال ستتدفق إلى أصول المخاطرة عالية والذهب كونه من أصول المخاطرة المتدنية لن يحصل على حصة بل بالعكس الكثير من المستثمرين ممكن يبيع الذهب بهدف الاستثمار في الأصول العالية المخاطرة مما سيؤدي إلى تراجع الذهب في سنة 2024 إذا لم يحصل ركود اقتصادي أما العامل الرابع والأخير واللي هو احتماليته ضعيفة جدا فهو أن تصل أمريكا والصين إلى اتفاق يؤدي إلى تراجع التوترات بينهم إن حصل ذلك وعادت الدولتين للانفتاح اقتصاديا هذا بالضرورة سيؤدي إلى تراجعات كبيرة في الذهب في سنة 2024 وبالتالي إجمالا الاتجاه العام للذهب هو اتجاه متصاعد لأنه باعتقادي الشخصي أن أغلب العوامل تشير إلى استمرار الارتفاة في أسعار الذهب وبالتالي استكمالا الاتجاه الصاعد للذهب في سنة 2023 أعتقد بأن سنة 2024 ستكون سنة إيجابية للذهب شوفكم إن شاء الله على خير بعضكم العافية